أهلاً 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 وسهلاً بحضراتكو عاملين إيه الماتش برح كان حلو تريزيجي الحقيقة يعني كما جرت العادة لا يتوقف عن إبهاري أنا شخصياً حتى لو لم أكن رجل رجل كروي بس تريزيجي عامل حتة جون أنا بقيت قاعد فرحان بالجون اللي عمله تريزيجي حاجة كانت لعبة حلوة منه يعني المهم إنه مصر عملياً صعبت للدور التاني في بطولة كاس الأمم كويس؟ طيب كل ده هنتكلم فيه و هنتكلم يا جماعة سلبيات الدور الأول و رشدة تلفز بالبطولة والكلام اللي هو شديد الأهمية لكن أنا مهم جداً عندي إن أنا مش هأعيد عليكم ما سبق واتكلمت فيه مبارح بخصوص محمد صلاح لكن هتكلم عن محمد صلاح في زاوية أخرى أنا عايزة فهو مفترض إنه محمد صلاح لما يجي له إصابة يعمل إيه؟ ينزل يلعب يعني يدمر نفسه ده المفترض طيب السؤال اللي بعده طب أي حد تاني غير محمد صلاح لو كان خد بعضه لقدر الله أو حصل له إصابة لقدر الله زي شناوي على سبيل مثال وجاله إصابة ومسافر طلع على ألمانيا محدش هاجم شناوي الحمد لله أنا محدش هاجم الشناوي بس السؤال وهاجمته ليه محمد صلاح؟ يعني طالما إنه سهام الهجوم لم توجه لشناوي فلازم على طول نحط على علامة استفعام كبرى حقيقية وليه كنتوا بتهاجموا محمد صلاح لما النقد مش في محله لما الهجوم مش في مكانه لما طبيعي إنه حد يقفل بتعرف ويدني دي لما الطبيعي جدا إنه لما حد يتصاب يتعالج مهاجمتش الشناوي رحت هاجم محمد صلاح ليه في رأي المتواضع الراجل مستهدف جدا الكتاب بتاعت الإخوان واللي شبههم لأنهم في النهاية خلاص هم عاوزين صلاح أو أي حد شبه صلاح لازم يبقى النسخة طبق الأصل من أبو تريكا ويمشي على طريق أبو تريكا ونهج أبو تريكا ونسق أبو تريكا ما بقاش كده طب يلا نهاجمه وبالمناسبة يعني ودي حاجة ما تزعلش أحد على المستوى الفني والرياضي أبو تريكا مش نص محمد صلاح حد وصلاح مش المفروض إنه هو يبقى نسخة من أي حد لا أبو تريكا ولا غيره طيب مين تاني بيهاجم غير كتاب الإخوان اللي ما بيحبوش صلاح اللي شايفينه إنه صلاح مش عارف مش ناوي يبقى أبو تريكا مش ناوي يبقى معاهم لا ده في ناس تاني وكتير كل ما لا يحب ما لا يحب صلاح طب ويغترى مين اللي ما بيحبش صلاح ما تقعد تفكر فيها بالراحة كده مين ما يحبوش يعني هل في حد ساوي في الجمهور العربي ممكن ما يحبش الراجل ده مش هقولك مصر ده الراجل واحد من شكل الفخر لدينا على المستوى بتاع كرة القدم الناس هي اللي سمتوا صلاح فخر العرب هو ما سماش نفسه حاجة ده صلاح فالمصريين طبيعي لازم يكونوا بيحبوا صلاح المشجعين الكرة العربية طبيعي يكونوا بيحبوا صلاح يبقى اللي ما بيحبش صلاح غير العيال الإخوانجية واللي شباههم هم دول اللي شغالين برضو بكتايب للهجوم على صلاح ويفضل قسم ثالث القسم المتأثر دائما لا يفكر للأسف الشديد ولا يحلل الموقف بأي حال من الأحوال وبرضو بمنتهى الأسف الشديد كيف يقولوا ماشيين كده ايه ورا الركب اه ده دلوقتي كل نسبة هجم صلاح يلا بينا نهجم صلاح ترجمة نانسي قنقر